ستلحق نيفا ضرر كبير لمنع حراء وأرهون من اللقاء بالإضافة إلى ذلك نيفا هي الشرير الرائدة في المسلسل لكن لا عفيف ولا أرهون يعرفني أن نيفا امرأة سيئة لأن نيفا مثل الثعمان ستحول الحصول على أرهون أولا بالطبع نيفا تعرف أن الطريقة للحصول على أرهون هو من خلال عفيفا ولهذا السبب ستحول نيفا أولا الفوز بقلبها فيفا علوة على ذلك فإن نيفا ستلحق ضررا كبيرا بحراء من أجل تحقيق أهدافها ومن هذه الشرور قيم نيفا باختطاف حراء ومحاولة قتلها لأنه في الحلقة السابقة كانت نيفا تتحدث مع شخص معبر الهاتف وفي تلك المحادثة علمت نيفا أن شركتها مطورة في التهرب الضريبي أخبرت نيفا الشخص الموجود على الطرف الآخر من الهاتف أنه لا ينبغي لأحد أن يسمع هذه المعلومات ووقتها كانت موظفة المنزل تمر دون أن تسمع الحديث غضبت نيفا بشدة عندما ظنت أن الموظفة تمر بجانبها وتستمع إليها قريبا سيتم الكشف عن كل الحقائق وحتى قبل ذلك سيتم القبض على أرهن بتهمة التهرب الضريبي بسبب نيفا لأن أرهن وقع اتفاقية شركة مع شركة نيفا سيوجه أرهن عوقات سعبة للغاية بسبب هذه الاتفاقية ولكن بعد ذلك سيتم الكشف عن وجه نيفا الحقيقي سيقوم أرهن باعتقال نيفا وإرسالها إلى السجن سينتهي خطر نيفا لكن عقبة عفيفا ستكون التالية لأن عفيفا ستختار الشر ولن تكون إنسانة صالحة حتى نهاية الموسم الرابع رغم كل الشر سينتصر الخير والحب وهكذا سيبدأ حب أرهن وحرى من جديد سوف يتقدم أرهن لخطبة حرى بالطبع خلال هذا الوقت سيحاول كنان إخبار حرى بأنهما إخوة لكنه سوف يفشل في هذا لأنه بعد السنوات سيكون كنان مترددا جدا في إخبار حرى بالحقيقة ولكن إذا كانت هناك مفاجأة في المسلسل فإن كنان سيخبر حرى أخيرا أنني أخو ستكون حرى أيضا سعيدة جدا بتكوين عائلة لأنه في الحلقة السابقة أخبرت عفيفا أرهن عن حرى أن نسى بها غير معروف كانت حرى أيضا حزينة جدا لأنها لم يكن لديها أحد سوف تشعر حرى بسعادة نوامرة عندما تكتشف أن لديها عائلة فهل تعتقدون أنك ناسيخبر حرى بكل الحقائق؟ سأكون في انتظار تعليقاتكم أدنى